في مشهد يدل على رفع وطيرة التعدي على المجتمع العربي يقتحم مستوطنون قرية المشهد ليصلوا إلى مسجدها القديمة بحماية الشرطة الإسرائيلية يقوموا بأداء صلوات أمام قبر لأحد سكان القرية بزعم أن القبر يعود لولي صالح من زمن قديم من فترة قديمة بيأتي لهون دايما بيعتقدوا أنه فيه قبر فيه ولي صالح بالأكثر هو يعطيهن أنه فيه قبر النبي يونس وهذا الأمر من زمن وهني بيأتي دايما لهون بيعتقد أنه فيه هذا الأشي وهذا الخرافة تكرر أكثر من مرة بس المرة اللي حدثت هاي المرة اللي حدثت يعني مرة جداً أول مرة بتصير أنهن بيأتي مع قوات شرطة مع دعم من الشرطة وبقولوا أنهن فيه قبر وحتى الشرطة حمتهم إحنا مناش أن الشي تطور أكثر منه أحنا بقول إحنا لازم نتجه إحنا هنا مثلا البلد أو السلطة المحلية تتجه للشرطة وتمنع هذولا اللي يجوا لهون على البلد هنا مناش تصير مشاكل إحنا بلد مسالمة إحنا منحب اللي بيجلع لنا بس مش بهذه الطريقة وهذا الإدعاء تبعهم ما بننسمح إحنا نفتح باب إنه نقول لك هنا إنه فيه إنه مكان هنا مقدس أو إنه مكان هنا إنه مكان هنا إنه مكان يصليوا عنا هنا وأكد أهالي القرية أن ما أثار الغضب والإستياء هو حماية الشرطة الإسرائيلية لهم واقتحامهم المسجد في ساعات متأخرة من الليل الأمر الذي يستوجب ردة فعل سريعة لمنع تطور المشهد هذا لمشهد لا يريده أحد أجل هون كان يجوا بسيارات خصوصية ببصات، بمنبوسات كان يجوا هون والناس وأنا من الناس اللي كنا نمنع هن يفوتوا على المسجد لأنه كان الإشي مستفز وكانوا يعني يجعوا بمعنى ويطلعوا أما إشي يجي مع الشرطة وبتغطية الشرطة ويجوا على البلد هون هذا إشي مكلك الجهود المديني اللي بيجوا هون بيجوا دائما بيجوا على مرة سنين سابقة كانوا يجوا ولكن المرة هاي اللي أجوا فيها يعني ظاهرة سابقة يعني ما كانتش محصتش أنه يجي مع شرطة وحماية بشرطة الساعة واحد ونصف الليل أنا مثلا أروح مثلا على صفد على جاء مسجد صفد أو أي مسجد مسكر موجود هنا بتيجي مع حماية شرطة يحموني تبني أفوت أصلي فيه وأطلى هل يعني بحصل هذا الشيء؟ ما بحصلش يعني اللي صار هنا يعني شغل يعني استفزاز ويعتبر السياسيون أن هذه الأفعال والمضايقات من قبل اليهود المتدينين على المواطنين العرب زادت ما بعد دفع الحكومة الإسرائيلية خطة تهويد الجليل بشكل فعلي وما يزيد الطينابلة هي الأحياء الخاصة بليهود المتدينين والتي يقام بناؤها شمالية نوفا جليل المطلط على قرية المشهد ترجمة نانسي قنقر